ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبدالسلام برواري دكتور عبدالسلام مرحبا بك النائب جواد البولاني صرح أن هناك 22 خرقا دستوريا في الموازنة كيف تنظر إلى تمرير الموازنة من الناحية القانونية إلى أي مدى يمكن الطعن فيها يعني بينا نكون صريحين من ناحية القانونية إن صام داخل فرلمان صغيرة الجلسة تكون يعني قانونية إذا حضرها نصف أعضاء فرلمان وفي أي قرارات تصدر إذا صادت عليها أكثر من نصف الحاضرين فهي قانونية يعني من ناحية السكنية القانون كأي قانون آخر صادر ولكن ليس المهمة فيها تنظر القانون المهم محتوى يعني الميزانية تحمل نفس أمراض ونواقف ميزانيات السنوات السنة الأربعة الماضية فيها حقيقة أمور يعني تسند على قوانين فيها حقيقة مخالفة بالسطور مثل مثل الحزب السعبي وإلى آخره الميزانية لم تلبي مقاليف أكثر من ستين بالمئة من أبناء الشعب العراقي وهم تكونون في تقانون في تقانون المحافظات السنية المدمرة بعد تحليلها من داعش وحتى بعض محافظات الجنوب بتفوري أهم شيء يمكن أن نخرج منه من هذا ما حدث اليوم هو أن الكتل الأكتحية اللي أقولها صراحة حررت نهائيا بأنها سترسل حكم الفئة وحكم الطائفة وتكرر كل الأخطاء التي قامت بها عن أنظمة السابقة في طوال 100 سنة في العراق ونحن نعرف إلى أين يجرها مثل هذا التفكير جره هنا وضع العراقي بهذا الوضع يعني المثل ليس فقط من الكرد يحصلون على 200 أو 300 أو 400 يعني جاءت ناقص من الميزانية لا بالنسبة لي يعني اللي أراه أن ننظر المرأة إلى المشكلة في الكل هو اتصال ما يسمونه وهم يعني إلى أي مدى تعتقد أن تلويح التحالف الكردستاني بالامتناع يعني التحالف الكردستاني لوح بالامتناع عن المصادقة على الموازنة إلى أي مدى أن ذلك تعتقده ربما يكون ممكنا لا للتحالف الكردستاني وزنة لا يؤثر عن نتيجة أبدا يعني في هذه المرأة كانت كل الكردستانية في الحقيقة تأخذت موقف واحد ولكن عددهم خليص جدا يعني في أحسن لحوال الكردستانية واحدة فيها أيضا لا يصل عددهم إلى 70 نائر في مجلس عدد نواب التسمير 58 لذلك شاهدنا حتى في غياب الكردستانية وبعض الكردستاني كانت تسمير القانون يعني من الناحية القانونية كيف سيكون مصير هذه الموازنة فيما لو امتنع فؤاد معصوم عن المصادقة عليها أنا لا أتصور أن فؤاد معصوم يقوم بذلك فؤاد معصوم لا يمثل الكرد هو كردي يتولى رئاسة الدولة يعني الكثير يضعون أعضاء كثيرة على المزراء أو المسؤولين السبار الكرد في الحكومة الاتحادية كل واحد يعرف الإصباء لإدارة فؤاد معصوم لا يجوز له الدكتور لا يسمح له منصبه لا يسمح له أن يتصرف كردي كما أن في السؤال الزباري عند ملطان وزير الخارجية ووزير المالية لم يتصرف حتى برغبة كردستان هو موظف سبرالي ونسبة روامل سبرالية طبيعة دكتور فؤاد معصوم أيضاً هي ليس طبيعة سبرانية لا تبحث عن مشاكل يعني بعد إقرار تخفيض نسبة موازنة كردستان العراق في الموازنة دكتور يعني إلى أي مدى تنظر إلى تبريرات الحكومة في بغداد أنها منطقية يعني كل شخص يتطور هو المنطقي بغداد تجد دائماً يعني زرائع في امتناع عن مصر العدل يعني مساءل غير سياسية مثل الحنطة في العراق سنوياً تجمع محاصيل الحنطة من السائبوات فهم مش تحديث فيها دخاء وصولات مثل دفع أموال عن مات تحصلت عليها يعني بسألة غير سياسية لذلك أنا أتصور فيها يجدون أكثر من مبرر ويشكتوا بأنها صحيح المسألة موليزة هنا المسألة هل نحكم العراق لعراق لإشعر الجميع بأنه هو عراقهم التطور على المواقع أيضاً يعني الحكومة وضعت يدها على موارد كثيرة في كردستان يعني على المعابر على النفط يعني من وجهة نظرك ما تداعيات ذلك على الحياة الاقتصادية في كردستان كردستان تعالي منذ أربعة سنوات يعني شوف ربما يجهل كثير أن كردستان منذ أربعة سنوات الحكومة للبغدار لا ترزم ميزانية لبغدار كردستان تعتمد على صادرات نفطها وعلى خوارتها الداخلية بالتأكيد فبوض فعلاً نفط وما حدث بعد 16 أكتوبر لأن صادرات النفط أيضاً في حددها أيضاً سيؤثر على تعميش العزمة الموجودة حالياً ولكن أنا أعتقد ببغداد لا أحد يحسن بذلك بل بالعكس نحن نقرأ إشارات من ساتة في بغداد بضمنهم في الرئيس الوزراء بأنهم صريحون وأنهم ينتظرون هذه الخرصة على أمل نحن نتوقعون أن هذا يعني غضب جماهيري أو إلى إزالة الحقومة أو إزالة بروز جهاد تردية تقبل الخضوع لهم وأنا أعتقد هذا حلم أيضاً ولكن بالتأكيد يعني شكراً جزيلاً أستاذ العلوم السياسية في جامعة الصلاح الدين الدكتور عبد السلام برواري كنت معنا عبر الهاتف من أربيل